تعزيز للعلاقات الثنائية بين المغرب وطنزانيا ودعم للتنمية في القارة الافريقية وتوحيد للرؤية في قضايا اقليمية ودولية ثمار للزيارة الملكية لهذا البلد الافريقي البيان المشترك الصادر في اعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس الى جمهورية طنزانيا الاتحادية بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من اكتوبر اكد اتفاق قائدي البلدين على تعزيز روابط الصداقة والتعاون في مختلف المجالات ومنها السياحة والفلاحة والنقل السككي والتجارة كما قرر الجانبان مواصلة استكشاف جوانب جديدة للتعاون وخصوصا في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذا التعاون في مجال الامن ومحاربة الارهاب والتطرف لما فيه فائدة متبادلة للبلدين والشعبين وتأشيرا على بدء مرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين قررت طنزانيا الغاء تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين المغاربة البلدان يأكدا انهما يتقاسمان نفس الرؤية الطموحة من اجل افريقيا تتحكم في مصيرها وتمسك بزمام تنميتها وينخرطان بشكل لا رجعة فيه في طريق الاستقرار رئيس الطنزاني رحب بقرار المغرب لانضمام الى الاتحاد الافريقي واستعادة مكانته الشرعية فيه معربا عن عزمه دعم قبول المغرب ضمن اسرته المؤسستية الافريقية ابتداء من القمة المقبلة للاتحاد وفيما يرتبط بقضية الصحراء المغربية اكدت طنزانيا انها تلقت بشكل ايجابي جهود المغرب الجادة وذات المصداقية للتوصل الى تسوية دائمة لقضية الصحراء البيان المشترك بين البلدين اوضح ان طنزانيا تتفهم موقف المغرب وتعبر عن استعدادها للمساهمة في تفعيل قرارات منظمة الامم المتحدة ذات الصلة بهذه القضية وفي اعقاب الزيارة بعث الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان الى الرئيس الطنزاني جون ماغوفولي اعرب فيها عن عميق الارتياح للنتائج الايجابية التي اسفرت عنها المباحثات التي اجرها الطرفان بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك اثنائية منها والاقليمية والدولية معبلا عن ثقته بان الاثنتين وعشرين اتفاقية التي جرى توقيعها خلال الزيارة ستساهم في تعزيز علاقات التضامن والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية طنزانيا المتحدة من جهته اشاد الرئيس الطنزاني بريادة الملك محمد السادس وثمن دوره في تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في افريقيا واكدا ان التعاون جنوب جنوب الذي يدعو اليه الملك محمد السادس يوجد في صلب التعاون من اجل التنمية في القارة السمراء